هذا البرنامج برعاية شركة أفاميا لتأجير السيارات ومساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج UAET لاكتشاف المواهب ومعنا بحلقة اليوم مهيب العابد من فئة التصوير مهيب كيفك شو الأخبار الحمد لله رب العمين تمام انت كيفك الحمد لله تمام كله بخير والف الف الف مبروك انتي قارك للمرحلة التانية مهيب مهيب عرفنا عن حالك واحكينا عن بداياتك اسمي مهيب العابد العمر استواشرين سوري بدايتي كانت بالتصوير من صغري بلشت شوي شوي تنمت مع الوقت وكان أكيد شي طبيعي بالنسبة للأمور الفنية لازم يكون في حدا بدعم الشخص والحمد لله أهلي كانوا من الناس اللي بدعمون كتير بالهواية تبعي وحتى يعني مع الوقت بلشت بالموبايل بعدين اشتريت الكاميرا تبعي من التصميدة كمانا وبلشت شي طبيعي يعني معرفة بالنسبة لي حسيت انه ليش الشي اللي شدني بالنسبة للتصوير هو حياء اللحظة اللي بتصير معنا أحيانا كتير أمور نحن بتصير حوالينا وبتروح بس بالنسبة للتصوير حسيتهم اللي هو انه بجمدها بحافظ عليها بتخلينا انه نتذكرها يعني مع الوقت نقدر نتذكرها مرة تانية ونتطلع عليها بما انه ذكرت رائحة الذكريات بالصور هل انت من الاشخاص اللي بتطبع الصور حاليا بتحطن بألبومات او لا بتتركن على الكمبيوتر والله لسه ما ما وصلت لمرحلة الصور عندي انه تنطبع بس اكيد انا شاركت بمعارض معارض بالجامعة من طبعه والحمد لله يعني شعور غير واد بكون صور بس انه على الكمبيوتر لا ان شاء الله ان شاء الله في معارض حاطة انا بالبال اتصير وتنطبع الصور وان شاء الله تكون يعني تعجب الناس متل ما بنعرف تقريبا انه الصورة الصح لازم تكون العين صح الكادر صح والاضاءة صح بالنسبة اليك شو اكتر شي مهم اكيد هو الضوء مهم بالنسبة للصورة بس الاهم من الضوء هي اللحظة انه تسجل بس حتى هيك في طرق بين التصوير لا تعتمد بس على الضوء الطبيعي بتعتمد على الضوء الصناعي اللحن ممكن نساوي بالستوديو او الفلاش او شي فمنكون نحن عن صور غير ممكن نقول غير طبيعية وهذا الشي بيروح باتجاه المصور شو اللي بدي يطلع نتيجة طيب مهيب هلأ في اشخاص بتحب تصور اشخاص وفي اشخاص بتحب تصور بنايات وعمارات وايضا هيك لمسات فنية انت شو اكرشي بيستهويك بالتصوير تصوير الاشخاص كتير بحاول بعد عنه ما بقول ما بعرفه تمام بس بعد عنه بس اذا كان بالنسبة للاشخاص اذا بقدر يتحكم بالضوء المسلط على الشخص بصوره اللي هو تصوير الاستوديو بالنسبة لامور التانية او الانواع التانية صور الطبيعية صور المباني صور الحيوانات حتى بالاخص بحبهم لانه بحسه وبصراحة عفوية اكتر من انه تصوير الاشخاص بالنسبة كمان لتصوير البلاك ان وايت بركز عليه كتير والابستركت بركز عليه اللي هو الستايل يعني جماعة طولني زغرني أصرني ضحفني هدولة بعد عنك صح؟ شمعت الفوتوشوب وشكلاساته لا مولا هالدرجة لانه معروف انا اذا بدي صور بصور الصورة من طبيعتها ما بحب بعدل فيها يمكن التعديل اللي هو بس بروز الالوان اكتر واللي بيسموها فينيتينك اللي هو اضافة السواد باطار الصورة لا يعطي عمق بالصورة هذا الجواب بالنسبة للاشخاص او لك صورك بشكل عام؟ بشكل عام؟ بشكل عام؟ طيب هات لنشوف احكينا عن الصور اللي مشارك فيون بحلقات اليوم؟ طيب الصورة الاولى هي صورة لحيوان الأليف اللي موجود عندي بالبيت اسمه ياسمينة القطة يعني بحاول دائما لقيه للاحظات تكون الإضاءة فيها حلوة لانه هي بتما ذكرت اول شيء الإضاءة مهمة فعندي هالصورة اللي صورتها وأنا جالس عم بشتير على اللابتوب فالإضاءة الموجودة هي بس إضاءة اللابتوب نفسها وخليتها بلاك نوايت مشان تعزل أي أمور حواليها وتعطي روح القطة نفسها أكثر ما أنه الألوان الموجودة اللي حواليها بالنسبة للصورة الثانية هي كمان لياسمينة وبيعتمد كمان على الإضاءة الإضاءة مهمة صورتها وهي مشغولة بالطيور فتكوين الصورة كان عبارة من اللون لون القطة نفسها مع الخلفية في مختلف فبيعطيها جمال للقطة نفسها بالنسبة للصورة الثالثة هي صورة غريبة من نوعها في كتير من الناس يمكن ما يفهموها من أول شيء بس هذا أحيانا التركيز اللي أنا دائما بتركز فيه اللي هو الأبستركت مع البلاك نوايت الصورة هاي عبارة عن جزء معين من سيارة كانت بورتشوب لتصوير سيارات فبطريقة معينة بإضاءة معينة حاولت تطلع الخطوط للسيارة ليعطيها بروز حلو مع البلاك نوايت يمكن فيه ناس كتير ما يفهموها بس أحيانا تعطي طبع غريب وغامض بس صورة الثالثة صورة لنبات موجودة أنا هي الصورة مصورها بالجامعة عندي بكلية في عندي أكثر من صورة من صور النباتات بس هاي ممكن أفضل صورة صورتها لأنه تعطي فروق اللون ممزوجة اللون واللون الأحمر للنبات واضح حلو ممكن للعين وطبيعة الصورة هادية الصورة الأخيرة هي صورة صورتها بداخل الكلية بتعطي طابع الغموض كمان اللي هو ممكن نقول عليها بتبين سقف الممر وأرضية الممر صورة غريبة بحاول دائما صوري أنا بحاول وصل رسالة للشخص اللي يعب يشوف الصور وخليه أخدر المفهوم منه أكثر من أنه أنا عاطي الرسالة من الصور خلي هو يطلع بمفهوم ويمكن في ناس تفهم الصور بطريقة ناس دانية تفهم الصور بطريقة أنا يمكن رسالتي بتكون مختلفة فهي بتبني أفكار وجدال للصور وهذا شي جميل بالنسبة لي بالعادة منقول تسلم إيدك بس هون منقول تسلم عدستك شكراً كثير لك مهيب ويعطيك ألف 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 عافية لو حبيعتم مع أهبة مهيب ما تنسوا تصوتو له وتسجلوا رقمه بالتعليقات اللي هو رقم 11 شكراً كثير لكم للمتابعة سلام موسيقى 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 موسيقى